اشتركوا في القناة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع يجمع بين الكعبة المكرمة وبيت المقدس وظل الرسول صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا يصلي تجاه بيت المقدس وكان يحب قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام فكان بعد أن يفرق من الصلاة ينظر إلى السماء ويقلب بصره في السماء فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة